السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيه رسالة من اخ عز عليها فيها جوز كبير من العقول لهمة. حاجة برا للهندسة. انا حاس ان ضغط عمري في الفاضي. بقيت خايف اموت من غير ما تعلم الحياة اللي نفسي فيها. عايز اتقنبهم بجماعة ببرمجه. والادارة والبرمجة. انا صحيح هندسة وعايز طريقة ما تخلنيش انام غير 4 ساعات اقل يوميا. طيب. اه ممتاز جدا ان الواحد بدأ ينتبه ان ان الوقت بيعدي تمام? فيبدأ يركز مع نفسه ويبدأ يشوف ايه الوقت بيديع في ايه ويبدأ يحلل الوقت دوت. ممكن تلاقي جزء كبير من الوقت ان انت بتقعد مسلا على القهوة وساحتين ثلاثة او متابع مسلسل تركي او مسلسل مكسيكي او اي حاجة من المسلسلات ديت. اللي هو جزء كبير بيديع. تمام? فلازم الواحد يقعد كده مع نفسه ويبدأ يفكر. انا بدايع الوقت في ايه? انا تلعب كورة او طبس وقت مع اصحابك. نفيش مشكلة بس انت بتبدأ تدرس لما تلاقي ساعتين ثلاثة بيديعه. ما بتتكلمش غلا حاجات يتفع. يبقى كده وقتك بيديع تفع. حاول تختار اصدقائك اللي هما هيزودوا العلو الهم عندك. وكل لما تقعد مع واحد يقول لك ده انا نهاردة اريد كتاب كذا فتتحمس. يعني فيه واحة صديقة اسم محمد السلامة كل شوية يقعد نحمس بعض. انا عملت كذا. ندخل فيه نفسه. احسن ما ادخل مع واحد يقول لي ده شفت كذا ده فيه موبايل نزل ده يعني يعدي دايع وقت فيه متشكورة ده فيه فيلم. ده انت فاتك نص عمرك ان انت شفتش فيلم الفلاني. وفاتك نص التاني من عمرك عشان انت مش شفتش مسلسل فلاني. الحياة الكل لها بقت فيلم مسلسل. يعني اعوذ بالله من تضيع الوقت. بيت اخاف اموت من غير ما اتعلم من حياة النافس فيها. انا اول ما شفت كلمة اموت دي. اه ده يعني نسيت كل حاجة. يعني الموت بيبقى فاصل رهيب جدا. تمام? في جميع الاديان. يعني الفراعنا كانوا بنزلوا لنظرة غير مسلمين غير مسحيين غير. بس هو خط فاصل فلازم نقف عنده. اه انا بعد كده العلم ده لو انا موت وانا ما فاتش بحاجة لازم افكر. لازم اه لازم اللي انا اتعلمته ما بخلش باع الحد وعلمه الناس التانية. وده هيخلي ان ربنا رزقني بحاجة بعلمة اخر. ولما هقول للمعلومة هتزبط اكتر وهيجي للمعلومة من طرف اخر. فلازم نفكر في النقطة دي. وانا احب ببشاركو بالخير ان الجنة فيها علم. ان الجنة ان شاء الله ان ربنا رزقنا الجنة. فيها طلب علم فيها ما تتشاهل انفس والعلم ما تتشاهل انفس. فان شاء الله يبقى فيه دروس علم ويعني تلاقوا المحادرات اللي تتمنوها موجودة باذن الله. تمام? طيب الفكرة بقى النقطة اللي جاية دي كلنا بنعاني بها. انا شخصيا عايز اعلم بيمة وقدرة وصصت لابلتي وبرمجة. طيب ما انا شخصيا ببدأ ابدأ اشوف الشغل محتاج ايه. تمام? يعني اقدر انا محتاج في الشغل بتاعي دلوقتي ان انا اتعلم حاجة معينة. مسلا سيفر سيريديم المحتاج ان انا انا دلوقتي كويس مسلا في الريفت بس محتاجين ان احنا نعمل مدينة كاملة. فلازم يكون عارف كباري في الشركة او ان انا عمل فما فاش ان انا اهملها وروح اتعلم حاجة تانية. تمام? لا الاولوية الحاجة اللي في الشركة عايزها ولما اخلص اشوف حاجة تانية. ممكن انا مسلا وصلت بالصوى معين فعايز مفروض ان انا هتنيل المدير. فلازم اكون معي البي امي بي. فما سبهاش وعدة دورة حاجة تانية. برمجة مثلا. لا ممكن اخلص البي امي بي والحاجات تانية دي تبقى هوية مثلا. يوم الجمعة عادي دي فارفاش على نفسي اروح اتعلم كده شوية ايه سي شارب ولا حاجة. تمام? لان العلم ما بيخلصي. تمام? يعني انا عادت اشوف احسائيات كده. اه حاجات رهيبة جدا ان ان بينزل مسلا كل سنة افلام اللي عادت تفرج عليها ممكن تخش الشوية مثلا في خمستلاف ساعة يعني اه 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 ل kernel ذلك ان كل يوم بتطلحها جديدة للغاية الجديدة بتطلح طورات منصات اعايز تعلم برمجة عايز تعلم كزا الا ادارة نفسها بتطلح اقل البي بينجمة بتطلحها كتر جدا. فلاازم واحد يبقى مدعي وقته ومنظم شغله انا دلوقتي في الفترة دي انا محتاج كزا هتعلم كزا كزا. هتاخد من leadership شهور وبعدها شهور دول ممكن ادخل في حاجة تانية اتعلمها ممكن الحاجة دي هتاخد مني سنة مفيش مشكلة مدومت هتعلمها بالضمير انسى حكاية تعلم التركي في عشر ايام مفيش حد بتعلم بالشكل ده الا الا هو فعلا ربنا بدل كترات خاصة بس في العادي لا بحتاجة وقت انا بحب الكتب اللي هي تعلم البرمجة في عشر تلاف ساعة فعلا ان واحد مش حافظ ساطرين بيرروح يقولهم لا يعد يتعلم ويدرس يعني ياخد العلم كده على واسع ما ياخدش ايه كلمتين يروح يتمنظر بهم على اسحابه تمام فانت بتبدأ تخطط تشوف الاولايات تكتب مثلا عايز تعلم واحد دين تراتة اربعة دي فيها ميزة ان انا بحبها نقطة ودي في هميزة مثلا ان انا بحبها ومحتاجها في الشغل نقطتين وتبدأ شوف احسن نقاط وتبدأ هي دي اللي تركز عليها والباقي تخليها الخطط المستقبلية يعني بش هنهملها ولا كده ونخليها خطط المستقبلية دي انا محتاج مثلا مثلا انا في شغلي انا راجل متخصص سستونابلتي فمحتاج ان انا اخد ال جي اي وبعد كده ال اي بي والحاجات دي كلها خلاص ماشي اخش فيها لا ده انا محتاج بس اعرف معلومات عامة سستونابلتي يبقى خلاص اخد جي اي وش اكمل يعني بتعمل خطة طويلة الاجر خمس ست اثنين كان حتى واحد صاحب كتابة في السي في دونزك اسمه جابر كان عبد المعنى جابر كان كاتب انا انا اعرف خمس ست حاجات تمام والخطة بتاحت ان انا اتعلم مدهورة وتعلم كذا وكاتب كل واحدة فيهم من فتر كذا لفتر كذا تمام دي دي ممكن ما فيش مشكلة تمام طيب خلينا في موضوع النوم تمام النوم دي طبعا انا نحلم حياتي ان انا انام اربعة ساعة متوصلية طيب اولا علميا ما فيش حاجة علميا ما فيش حاجة علميا بتقول ان الانسان ينام سبع ساعات او ست ساعات او خمس ساعات كل احصادات دي مش علمية دي يعني دراساته بتقترح او بتقول بس ما فيش حاجة علميا ان جسم الانسان لانه بيختلف من الشخص الاخر تمام بس خلينا نفكر ايه الفايدة ان انا انام عدد ساعات قليلة بينما انا مستفدش يعني انت لو استفدت معنا من الوقت العادي بتاعك هيبقى افضل تمام فالفكرة كلها ان انت استفد من وقتك وفي نفس الوقت هي تدي فرصة لجسمك ان هو يستريح ويفكر في الحاجات دي يعني ان كنت بشوف الناس اللي بستفد من نقتها ازاي كنت ببعض ادرس حاجات دي فهيت في واحد بيستفد من وقته بطرق دقيقة جدا لدرجة ان هو بيقول لك انا بحلى قد اعرف ثلاث دهائق ففي ثلاث دهائق دول بشغل دروس تعليم اسباني كل يوم فبتعلي نغات اسباني فانا عاد تشوف استفادة من وقته معجبنيش لانه مفيش وقت بيدرس فال معلومة الفايدة ان انا عمال اقرأ 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 بس المعلومات دي ما بحق ما بستفدش منها ما بحللهاش يعني انا عمال اقرأ كتب التاريخ ولما جات الاحداث اللي حصلت في مصر بيش قادر اربط بنده وده انا حافظ تواريخ وحافظ اشخاص وحافظ احداث بس قادر اربطها فلانا تدين لنفسك فرصة ان انت تفكر في الاحداث وتفكر في كذا وتحلل المعلومات دي ممكن تكون انت قريب الكلام ولما تحلل فيه يعني ابن خلدون بيقول في المقدمة بتاعته ينبغي اعمال النظر في الكلام اللي يجي لك يعني لما تقرأ الكلام تحلل هو ولوكلام ده ممكن ولا مش ممكن تمام انا مسأل كتاب كنت بقا Tao واقرا صفح وروح اراميه وفسباب الطاني سبب طويل على الشيء في الجارح humanкий دور بتاعديله كنت امسك الكتاب بعد كده اروح اراميه تاني queweight الي هو اااااااااااااااا عراقص المجلس المصنifik�� كلامéo في الانبياء 很هم ممكن ان كلام اجلس حلل الكلام الكلام غلط تمام؟ فلازم كل ما ده رواحها كتحللها لما تعرف اي حاجة تحللها لما تحلل المعلومات احسن من انها تحفظ معلومات وحفظ كلام حاول نستغل الوقتنا وفيه طريقة معاينة للنوم انا باتتباحها وصعبة شوية وهي ان الواحد بينام ساعتين بس وبعد كيف حكم اليوم وبعد كيف ينام ساعتين بتنام ممكن تنام ست ساعات بس على ثلاث مرات تمام دي طريقة بتاعت النار ده فينشي او كان بينام تقريبا ساعتين في اليوم كله على نص ساعة نص ساعة نص ساعة متوزعين على اليوم كله تمام بس يالفكرة كلها ان انت اهم من ان انت تقلل ساعة النوم ان ان انت استفاد يعني ان ان انت الوقت العادي بتاعك ان تستفاد منه وتستفاد منه ما تركزت على المذاكرة بس تمام لا يبقى في جزء السلط الرحم في جزء ان انت استعت غيرك في جزء ان انت ترفع عن نفسك الحاجات ضروري جدا انا عارف كتير جدا كان تركيز على الشغل وعلى المذاكرة مية في المية مال والحاجات ديت يعني فعلا حصل مشاكل يعني رهيبة الله معافينا فدي ده ملخص الرد على رسالة اخونا العزيز وربنا يبارك ان شاء الله وربنا ينفع بيها بازن الله